حياك الله دكتور محيدين بارك الله فيك في هذه الحلقة أريد أن أسألك عن المستقبل وقد تكلمنا عن الماضي وإن كان المستقبل علمه عند الله لكن نحب أن نتفائل ونستشرف لكن قبل ذلك أود أن أعود إلى ما بدأناه من نقاش فكري في الحلقة الماضية أنت ذكرت على سبيل المثال أن بعض الإسلاميين يبدأون بالديمقراطية وقد ينتهي بهم الأمر بالديكتاتورية والحقيقة أنه لا يوجد لدينا نماذج حقيقية في هذا الأمر يعني مثلا نظام الحكم في السودان لم يبدأ بديمقراطية هو كان انكلابا عسكريا النظام الإيراني لم يبدأ بتحول الديمقراطي سلمي وإنما كان ثورة شعبية عارمة انتصر أحد أطرافها وثبت أقدامه في الحكم ورسم الخريطة التي يريد ربما نموذج تركية بعض الناس يأخذوا على أردوغان ما أخذ لكن ما شاهدناه في الانتخابات التركية يثبت أن الجميع مؤمن بالديمقراطية الحقيقة ولكن هذه دولة فيها تحول ديمقراطي ما زالت بعض بقايا الدولة العميقة موجودة فيها ما زال هناك تحديات كبيرة إقليمية ودولية فتجدهم يراوغون وفي بعض الأوقات الموضوع الحقوقي لا تكون له الأولوية وهذا يؤدي إلى نوع من التناقض ما بين المعمول والمنطوق الأمر الآخر الذي أود أن أناقشه معك وهو أن أصحاب المشاريع التي تمنى بنكبة لا أريد أن أقول فشل لأن كلمة فشل حقيقة كلمة صعب أن نثبتها يعني أنا لا أقبل أن يقال عن دكتور مرسي رحمه الله أنه فشل وقد أسقط إسقاطاً وقطعت الطريق عليه ظلماً وعدواناً وارتكبت مجازل هذا ليس فشل هذا عدوان هذا أقرب ما يكون بما حدث لضحايا أصحاب الأخدود آمنوا بالله جماعة فأضرمت بهم النيران هذا ليس فشلاً إخواننا في تونس حاولوا أن يتفادوا كل ما اعتبروا أنه كان أخطاء وقع فيها إخوانهم في مصر ومع ذلك لم ينجوا ربما أنتم أيضاً حاولتم أن تتفادوا أي انحراف أو انجراف نحو مواجهة عسكرية أخرى أيضاً هذا لم يمنع الطاغية من أن يبطش بكم ربما ما نحتاج أن نتأمل فيه هنا هو سنة الله في التغيير والنماذج التاريخية التي مرت من قبلنا يعني نماذج التغيير نماذج كثيرة وخاصة في تاريخ المعاصر يمكن أن نبدأ مثلاً من الثورة الفرنسية هذا التغيير له ديناميكية يعني لا يحصل بين عشية وضعاء ولا يحدث مرة واحدة له علاقة بمنسوب الوعي لدى الناس له علاقة بميزان القوة محلياً وأقليمياً ودولياً يعني التغيير لا يحدث بمجرد التضحية من أجل التغيير ولا بمجرد الرغبة من أجل التغيير أنا أخشى على إخواننا وهذا لمسته أنا وحقيقة تعلمت له بعد إعاقة مصار الربيع العربي أخشى على إخواننا أنهم يغرقون في جلد الذات وبدل أن يبحثوا في ديناميكية التغيير وصنن التغيير يبدأ يذهبون يبحثوا عن أخطاء أصلاً غير موجودة ولا تكاد تذكر فربما أنتم في تجربتكم تحتاجون أيضاً أن تأخذوا تجارب هؤلاء جميعاً بعين الاعتبار يعني ما حصل لكم قد يكون صدر عنكم أو عن بعضكم اجتهادات لم تكن الأوفق لم تكن الأفضل في زمنها وفي محلها لكن لا ينبغي أن يكون كل الهم هو البحث عن أخطاء أصلاً ربما لم تكن موجودة وإنما أنتم موجودون في بلد محاط بميزان قوة ليس لصالحكم القوة التي كان من الممكن أن تسندوا ظهركم لها تخلت عنكم لأسباب تتعلق بها هي الطاغية في بلدكم وجد أنكم أصبحتم لقمة سائغة فاغتنم الفرصة لا أدري إن كان هذا يمكن أن يكون جزءاً أصيلاً في عملية التقييم أخي دكتور رعزامي الإديولوجيا عندهم إمكانيات أقل المرونة ليس عندهم هذه المرونة مثل الأحزاب الذي مبنيون على المصالح براغماتية براغماتية ومصالح وحسب المصالح هو ممكن يتغير بسهولة ولكن أحزاب الإديولوجيا إسلامي الشيوعي مثلاً أو ديني في المسيحية في البوزية في اليهودية هم في البداية جل أول أو جل ثاني يختارون للوصول إلى الأهداف ووسائل أحزاب مؤسسات منظمات للأجيال القادمة هذه الوسائل سيصبح جزء من القيام معنى وسائل معنى وسائل ولكن للأجيال لأن هناك إديولوجيا تلعب دوره شيخوخة، مؤسس، أفكاره، ما كتبه في الكتاب وما أسسه مثلاً إذا أسسنا حزباً أو مؤسسة المؤسس هو أسس وجد هذا الوسيل مناسباً لظروفه ولكن للجل القادم ثالث رابع سيصبح ما فعل المؤسس أو الوسيل الذي أختاره هو سيصبح جزءاً بالقيم ويكون سعب تغييره وهذا يأتي في النهاية ليس للفشل الفكري بل الفشل في تنظيم يعني نحن عمل بنسبة الأحزاب والحركات مؤسسات غير إديولوجي برغماتية سهل جداً يغير الوسائل، الأسماء، حسب السياسات والظروف لأن هناك لا يوجد شيئاً من الإديولوجية العقيدة أنا مرة كنت في الصين مع الجزء من أحزاب سياسي وقابلنا الحكومة الصينية وكان معي رئيس حزب الشيوعي تاجكي والصديقي في برلمان وهو بدأ يعني يفتخر بما وصل إليه في الصين أصدقائه الفكري يعني قال شفتوا كيف السين دولة الشيوعية إلى أين وصل وأنتم دائما تتحدثون عن ديمقراطية ليبرالية، إسلام وأنتم ضيد الشيوعية ولا شوف هذا الشيوعية إلى أين وصل الآن سين قلت يا أخي أنا عندي تجربة إتحاد السوفياتي حزب الشيوعي، إتحاد السوفياتي وعند تجربة وعندنا الآن نموذج سيني الآن عندي سؤال هل هؤلاء الشيوعين أو أنتم شيوعين كنتم شيوعين يعني إذا أنتم شيوعين الأسلين إذن هؤلاء ليسوا الشيوعين إذن تجد أن السينيين أو حكومة السينية هو الشيوعية الجواب أنتم لا ما كنتم في المنهج الشيوعي الماركسية الشيوعين في السين عندهم أكثر مرونة ولكن الشيوعين في اتحاد السوفياتي كانوا أصولين وهم صبروا أو وقفوا في هذا الموقف حتى الإنهيار قالوا غير ممكن أن نغير وسائل يعني هذا الأفكار نفسه شيئاً أجد في الأحزاب والحركات الإسلامية ليس في كلهم بل جزء أكثر منهم يعني نجد حتى عندنا في الحركة النهضة كان بسهولة أن شيخ نوري رحمته عليه وغير كل شيء اسم الحيز أو من الحزب إلى الحركة لأنه هو مؤسس وهو عنده يعني صاحب المشروع صاحب المشروع أما عندما بالنسبة لي كان صعب جداً لأن التلاميذ الشيخ قالوا هل أنت تخرج من من المكتب الفكري للشيخ يعني أنت الآن تنقلب عليه أصبحت وسيلة عندي كان فكرة أن نغير اسم الحزب في داخل البلد من حزب النهضة الإسلامي إلى أي حزب آخر وكذلك نتقسم بين الحركة الدعوية والسياسية ولكن الأخوة قالوا لا لماذا الشيخ ما فعل هذا من أنت أو لماذا جيتم بهذا الأفكار أصبحت وسيلة جزءاً من القيم لهذا أنا إذا ما أتحدث عن الفشل أحياناً الناس يفكرون أنا أتحدث عن الفكر أو مشروع الثقافي لا أنا يعني في البداية كان خدمة لمسالح الأمة ولكن في النهاية وصلوا إلى هذه النتيجة لماذا؟ لأن لم يكن عندنا قدرة أو الشجاعة للإصلاح الداخلي نقد ذاتي ودائماً كنا ننظر ماذا قال الشيخنا ماذا فعل المؤسس ماذا كان في الأساتيزنا قالوا وهذا يعني الوسائل يسبح قيم لكن أنا مما سمعته منك عن تجربتكم أشعر بأنكم أشبه بحركة النهضة التونسية بكثير يعني كلاكما يتمتع بدرجة عالية من البراغماتية كلاكما تعامل بمرونة مع الوضع فأين المشكلة؟ أين الخطأ؟ يعني الخطأ أن نحن موجودين في المنطقة الجغرافية خطأ بس هذا ليس خطأكم؟ لا هذا ليس خطأنا يعني نحن الآن يعني يعني ربما هذا من المعوقات اللي أنا بدأت أسردها لك في بعض الأوقات تكون المعوقات خارجة عن إرادتنا طبعاً مئة في المئة هذا لا يعتبر فشلاً شوفت كيف التجربة التركية تحدثني عنه الآن تجربة التركية الانتخابات الأخيرة في تركيا أردوغان رغم كل ما يقال عنه هو ما غير لا ثقافة الانتخابات ولا قوانين الانتخابات ولا قواعد اللعبة الانتخابية في تركيا هذا من أكبر خدمة التي قدمت أردوغان لتركيا لن يكون ديمقراطياً لو عرث بها نعم ولكن كان من الإمكان كان في قدرة الأردوغان يغير قوانين الانتخابات لماذا؟ هو استطاع أن يغير نظام البرلمان إلى الرئاسي هو غير كثير من القوانين في الداخل لتركيا ولكن هو لم يغير هذا القانون الانتخابي الذي أسسه الأحزاب الديمقراطي العلماني قبل الوصول إلى الحكم وأنا أرى أن إذا كان الأردوغان ديكتاتوراً لا غير هذا القانون وهذا الأسلوب الانتخابي وكان في قدرته هذا عنده الشعبية عنده كل الوسائل ولكن السؤال هل هذا تجربة التي نحن نعيش في تركيا هل هذا تجربة العلمانية قبل الإسلاميين قبل الأردوغان قبل الأربكان أو هي تجربة الأحزاب الإسلامية مثل حزب العدالة أو حزب الصحابة لا لا أنا وجهة نظري في هذا الموضوع أن أردوغان يتعامل مع المنظومة السياسية كفاعل سياسي بدون أن يكون للهوية والأيديولوجيا دور في ذلك نعم صح قواعد اللعبة الديمقراطية لا يملك أحد تغييرها لأنه إذا غيرتها زي ما عمل قيس سعيد مثل ما عمل قيس سعيد في تونس تنتهي الديمقراطية التغيير ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي هذا جزء من الممارسة الديمقراطية لأن كلا النموذجين موجودان نعم مثلا نجد نحن في فرنسا وفي أمريكا نظام رئاسي في بريطانيا وكثير من دول أوروبا الأخرى نظام برلماني فهذا له إيجابياته وهذا له إيجابياته لكن أن يحرم الناس من حق الاختيار والاختراع بحرية وأن يحرموا من حق التجمع وحق التعبير وحق التنقل هذا إنهاء للمنظومة الديمقراطية لا يملكه لا أردوغان ولا غير أردوغان وإلا فإنه يصبح فعلا ديكتاتورا ومستبدا مثل قيس سعيد أو مثل السيسي أو مثل غيرهما نعم يعني الأردوغان يلعب بالقواعد اللعبة السياسية بعيدا عن إيديولوجيات وهذا سيره نجاح أما الباقي الأحزاب يعني ينسب إلى الحركة الإسلامية عندهم قيود إيديولوجية فكرية كثيرة في جديده يعني عندما أنت تدخل في المصابقات في الرياضة مثلا رقيبك ليس عنده شيء أي قيود هو عنده فقط شود عندك قيود عندك كيف أنت تدخل في هذه اللعبة كيف نطبق هذا الكلام عليكم أنتم حتى لا يكون الكلام مجرد نظري وتعميمي أنتم ما هي القيود التي كانت عندكم التي فرطوها على أنفسكم وتشعرون اليوم أنه كان من الممكن أن تتحرروا منها أخذنا بمراس هذا الاسم كبير مبارك حزب النهز الإسلامي للإتحاد السوفياتي وهذا الاسم كبير المؤسسة أي هيكل للدولة كبيرة والآن أصبحت فقط للتاجكستان حزب النهز الإسلامي بجوارنا السين الشيوعي روسيا جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق أفغانستان الذي يعاني من كل الجماعات الإسلامية يعني هل إنسان أي حزب يتحمل هذه المسؤولية كبيرة كانت تظن أن الاسم مشكلة؟ طبعا كيف؟ شوف حركة النهضة في تونس كان اسمهم الاتجاه الإسلامي فلما دخلوا مع بن علي في تفاهم وأرادوا أن يشاركوا في العملية الدموقراطية استرط عليهم أن ينزعوا اسم الإسلامي فأصبح اسمهم حركة النهضة نعم ثم تبرأوا من الإسلام السياسي وقالوا نحن ديمقراطيون مسلمون كل هذا لم يجدهم نفعا أقول لك تجربة مرة قبل سنوات كنت في بروكسل قالوا لقاء مع الأعظام برلمان أوروبي عندكم 45 دقيقة للمقابلة وأنا في الرئاس الوفد حزب النهزة لقابل البرلمان أوروبي 35 دقيقة من الوقت هم يسألون ما هي فرق بينكم وبين القاعدة داعش أحزاب الآخر أنا أقول أنا جئت لكي أناقش معكم حقوق البشر عندي سجنات في السجن عندي مشاكل حرية حريات عامة جرائد وأنت دائما تسألوني عن الفرق بيني وبين التاليبان والقاعدة والداعيش لماذا قال؟ لأن اسمك حزب الإسلامي وأنا ديبلوماسي سياسي أوروبي أريد أفهم فرق بينك وبين الآخرين أخل لك شيء؟ تفضل هؤلاء كاذبون ولكن هذا الواقع شوف المشكلة ليست فينا المشكلة فيهم لأنهم منافقون منافقون أنا أعيش في بريطانيا منذ السبعينيات هؤلاء إذا كانت حريتك أنت تنالوا مما يعتبرونه مصالح لديهم فحريتك ممنوعة إذا كانت ديمقراطيتك تنالوا من مصالحهم فالديمقراطيتك ممنوعة ولذلك يضيعون الوقت في مماحكات لا أنا أحيانا أخي دكتور أحيانا أشعر أن عندهم قلة المعلومات هذا من الفكر وارد يعني واحد يأتي يعني رئيس الحزب الإسلامي من تاجكستان يعني مرة آخر في الجامعة بيرلين كان عندك اللقاء محاضرة والبروفيسور الذي دعاني إلى المحاضرة هو تأخر هذا الندرة في ألمانيا تأخر واحد ومدقيقين في الوقت ولكن هو تأخر وأنا دخلت قاعة هناك الجالسين طلاب وفي الطاولة في المنصة اسمي وجلست في اللقاعة حتى أنتظر يأتي بروفيسور ويعرفوني وبعدين شفت عشرة دقائق ما فيش وذهبت إلى المنصة جلست خلف اسمي هناك جاءت امرأة من مسؤولين قالت من فضلكم ممكن تجلس في القاعة قلت لماذا قال هذا المكان خاص لضيفنا سياتي قريبا قلت من هو ضيفكم قال اسمي يعني فلان قلت أنا هذا اسمي هذا الموجود جلست قال أنت الرئيس الحزب الإسلامي في تاجكستان قلت نعم أين هذا العمامة وأين هذا شفت كيف هذا في الجامعة برلين وهذا في تجربتي في إتحاد أوروبيا وتجربتي هناك نحن وقتنا وفكرنا يذيق في شرح هذه الكلمات وما هي فرق بيني وبين هذا لماذا؟ لأن أختارنا هذا الاسم الكبير طيب خبرني ما هو الاسم الذي كنت تفضل لا أنا أقول إذا ندخل للعبة السياسية لابد إذا نقول نحن بعيدين عن هذا الآن نختار يعني السياسة بعيدة عن إيديولوجيات وهذه القيود الإديولوجية لابد نختار اسم الذي يسهل أمرنا الله لا أظنه يسهل ربما ولكن هذا يكون تجربة كذلك هو المشكلة هي الفكرة نحن ليست المشكلة في الاسم المشكلة في الفكرة التي نحملها نحن نحمل فكرة يشعر طغاة العالم أنها خطر عليهم هي فكرة تحرير الإنسان المسلم من كل القيود التي فرضت عليه من قيود التخلف إلى قيود الاستعمار إلى قيود الاستبداد نريد أن نحرر هذا الإنسان هذه هي الرسالة التي حملها أصحاب الحركات الإسلامية المجددة سواء في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أو حتى في القرن العشرين أخر دكتور لا نختلف في الأهداف هذا الأهداف ما شاء الله يعني مباركة ولكن ربما هناك اختلاف بسيط في الوسائل وهذا يعني حكمة وهذا فيه رحمة لا شك ولابد يعني نجرب كذا هذا نحن على نتكلم من تجربة الناجحة التركية أردغان يعني أردغان نزل في السياحة في السياسة ليس بأسماء الإديولوجية وهذا يعني لابد نجرب هذا كذلك ولهذا أنا أقول دائما الآن نحن في مسؤوليتنا كقيادين إذا نعتبر أنفسنا كيادين أنا بعيد بري من هذه الأسماء كذلك ولكن على كل حال لا بد أن نفكر في البديل لكن أنا ضربت لك نموذج حركة النهضة في تونس وكيف غير أنهم غيروا الاسم وحاولوا حتى من تغيير المظهر هناك أيضا في اليمن الإخوان المسلمون في اليمن غيروا اسمهم إلى التجمع اليمني للإصلاح على كل حال هي هو اجتهاد هذا لكن ما يتوفر لدينا من تجارب يدل على أن المشكلة ليست في الاسم لكن إذا كان تغيير الاسم يفيد فهو وسيلة لا تغيير الاسم مجرد تغيير الاسم لا يفيد أبدا بل حتى يدير أكثر بل لابد من تغيير الأدبيات والمنطق صحيح شفتك نحن الآن من الأصول أصبحت كل شيء جزء من الأصول إذا تتكلم مع واحد يقول لا لا أبدا هذا جزء من الأصول لا نتنازل منه يا أخي ما نوزع هذا في الأصول الأصول الثابتة هي محدودة جدا محدودة جدا معظم المساحة هي مساحة اجتهاد ونترك الاجتهاد هنا لكن أنا حتى الآن أسألك وأنت تتهرب من الإجابة أريد أن أعرف أنتم الذين أنا خرجت الآن منك بانطباع أنكم ما رسموا البراجماتية وكنتم في غاية المرونة ما هي المشاكل التي تظنون عدا عن الاسم أنت ذكرت للإسم ما هي المشاكل التي تظنون أنها كانت موجودة لديكم ساهمت في إعاقة مشواركم أقول شيء ما يخص ليه شخصيا قلة الشجاعة أنا شخصيا عندما كنت نائب الأول لشيخ نوري رحمة الله عليه كان عندي الشجاعة أكثر كنت أناقش شيخ نوري وهو يوافقني في أكثر مجالات أنا كنت نقول لم يكن هناك فراكسيون أو شعب في داخل الحزب ولكن نحن كشباه كنا نناقش جيل قديم بعدما أصبحت رئيسا للحزب أصبحت عندي مسؤولية أكبر من زعيم الجهة واحدة أو طرف واحد داخل الحركة يعني تنازلت من مواقف لماذا؟ لأن قلت لابد الآن أقف في وسط عندي الآن من الأصوليين والذين يريدون الإصلاح والتغيير في داخل الحركة وكنت أخاف أن أي أحد يقول فلان خرج من مدرسة فكرية شيخ نوري رغم أن كنت أجد دائما أن الشيخ نوري كان يوافقني وأنا أوافقه يعني أنا أعتبر نفسي تلميذه ويعني أفاق كان موافق بهذه الأفكار غالبا ولكن هذا قلة الشجاعة مهمة جدا يعني هناك إصلاحات معينة كنت تريد أن تعملها وتردد هذا ما تقصده؟ نعم نعم مثلا شيخ نوري وافقت أنه كان رئيس وحي أنه غير اسم الحزب من حزب الإسلامي لأن هذا الاسم كانت مناسب لاتحاج السوفيات للكل ألا نحن في ظروف آخر وهو كان موافق وبدأنا هذه العملية ولكن هو رحمه الله توافق وأنا أوقفت هذا المشروع هذه العملية لماذا؟ كنت أخاف أن المجموعة داخل الحركة يعني يقوم ضد هذا وبنسبة لنا أولوية الوحدة داخل الحركة كانت مهمة جدا وحكذا يعني الآن أشعر إذا تخذنا بعض القرارات في داخل البلد قبل عشر سنوات خمسة عشر سنوات لكن نتيجته أكثر تخشى من ردود الأفعال طبعا يعني من يترك الحركة يترك طيب سنأخذ فاصل قصير ثم نتحدث فيما تبقى لنا من هذه الحلقة ولعلها تكون الحلقة الأخيرة بهذه السلسلة عن المستقبل كيف ترى المستقبل إن شاء الله دكتور محيد دين تكلمنا في هذه السلسلة عن نشأتكم وعن نشاطكم إلى أن أصبحتم على رأس حركة النهضة في طجاكستان وابتليت الحركة بما ابتليت به من بطش وأصبحتم الآن في الخارج أنتم مهاجرون في سبيل الله كيف ترون المستقبل وماذا تعدون له هل من بارقة أمل نعم الأمل لابد يعني في العودة وعندنا الآن تجربة الهجرة الأولى في أفغانستان رغمنا هذا كان قصير خمس سنوات وتجربة المقاومة مصالحة والآن هجرة الثانية عندنا تجربة الهجرة للحركات والمؤسسات الإسلامية الأخرى دول العربية واحد قابلته مرة شيخ راشد غانوشي وهو قال وكان في الهجرة 22 عام نعم الآخر سوريين أكثر من هذا مصريين الفلسطينيون 100 سنة هذه كله تجربة ونحن نعتبر تجربتنا وليس فقط تجربة ناخذ من مسلمين يعني هناك البشر والآن نحن دخلنا سنة سابعة ثامنة من الهجرة ويعني الآن ظروف تختلف تماما نحن الآن غيرنا المنطق شوية لأننا الآن فهمنا اللابد نعمل مع الشعب مع الوحل مع الجيل الجديد وصعب جدا تتكلم مع الإنسان الذي هو نائم وهو يفكر أنه هو حياته يعني شفت كيف مرة مثلا أنت تذهب لكوريا الشمالية كوريا الشمالية وعندما تتحدث مع الناس هناك هو يقول إيش أنت أنا مرتاح جدا هو يعتبر نفسه مرتاح مرتاح جدا يعني هو مرتاح في الحقيقة بعضهم مرتاحين جدا وجدنا نفسه شيء في مجتمعاتنا في الدول العربية في الدول الإسلامية الإنسان يفهمك بعدما هو يفهم أن ظروفه يعني هو يحتاج أو هو يعني مناسب كإنسان لابد أن يكون حياته آخر أفضل منه الآن بدأنا نتحدث مع الناس ووجدنا في سنتين الأخيرة أن قلة العمل الفكري مع الشباب هذا كان من أسباب الفشلين في الماضي يعني دخلنا في السياسة صار في إهمال الجانب الفكري تركنا الجانب الفكري تركنا الجانب العلمي والآن رجعنا من جديد والآن عندي لقاءات عن طريق يوتيوب وعن طريق الجلسة يعني تتواصلون مع الناس في الداخل وبدأنا أن نفهم أن الشعب يعني يتجاوب معنا خاصة شباب خاصة المثقفين وهذا نرى فيه المستقبل يعني عندما نشعر بأن الشعب مستعيد لتغيير سيبدأ مرحلة ثانية من المقاومة ومن العمل الآن نحن في مرحلة الأولى العمل الفكري مع الشعب ولأن البروبغاندا في داخل البلد الإنسان يعني هو يذهب إلى روسيا ويرجع يرى دائما الواقع حوله في الروسيا أو في تاجكستان نفس الشيء وهو لا يفهم هناك الحياة آخر وهناك الإنسان في عصر الحاضر يعني عنده معايير آخر يعني ليست لابد نحن في عصر الحجر هناك ولكن هو مرتاح إذا تقول له أنت يعني أنت الرجل لابد عندك يكون كرامة حرية يعني أنا مر قرأته في القسس في أيام عمر رزيلا عنه خليفة يعني بعض العبد رجع إلى الساحب وقال يعني أنا لا أستطيع أن أعيش في كإنسان حر أنا أبقى عندك هذا كان القيسة يعني عندك وخلال هذا مرتاح أنا معك كعب يعني تعودت بهذا يعني الحرية بنسبة هؤلاء الناس شيئا من ظلم يعني إنسان ما تعود بهذا لابد أن يهيئ لها يهيئ فكريا وإيديولوجيا وهذا لن فهمنا يعني لابد نعمل في هذا المجال والآن الفرص متاحة إنترنت والآن بدأنا مشروع للتليفزيون صغيرة ونحن في القمر الصناعي قطة بالسول نعم ويعني الآن في المستوى الأولى والآن نبحث عن الإمكانات الآخر يعني بعد الآن نشعر أنه لابد نقوم على يعني أرجلنا في الهجرة لابد نفهم نحن لسنا عرب ولا ترك ولا إيراني ولا أوروبي يعني كما قلت في الماضي يعني الشعب تاجكي هو يعني لابد في الماضي كنا شوية عندنا كان رومانتك كنا حاولنا نقول لأحد نحن مثلكم مسلمين نحن أهل السنة أو نقول لإيراني نحن من أصولنا إيرانية الآن فهما أدركنا في النهاية الدنيا الآن هي مصالح يعني حتى نحن نتكلم الآن معكم نعم نحن إخوة في الإسلام ولكن هناك مصالح ربما هنا في هذا اللقاء عندكم مصلحة وعندي مصلحة لماذا لا نتحدث عن هذا يعني أحيانا نحن لا نريد نتكلم عن هذا ولكن حان الوقت نتكلم بالصراحة أن هناك مصالح والحقيقة لا ينبغي أن يكون هناك إحساس بالتناقض بين أن يكون لدينا فكرة نبيلة وغاية نبيلة ولدينا مصالح فالد أن نحققها يعني لا يوجد تناقض يعني مثلا أوكي أنت طاجيكي أنتم أمة طاجيكية لكم خاصيتكم لكم احتياجاتكم ولكن في نفس الوقت أنتم مسلمون نعم طبعا فماذا يعني أن أكون مسلما بغض النظر أنا كنت عربيا أم أعجميا ماذا يعني أن أكون مسلما في هذا الكون نعم يعني أنا موافق معك مئة في المئة أما قبل سنوات كنا نتحدث دائما نحن مسلمون نحن إخوة ليس عندي أي مصالح لا الآن خلينا نتحدث بصراحة الآن أي واحد يأتي يجلس معي يقول لا يوجد عندي مصالح أنا لا أعتهد أعتهد معه خلاص نجلس معك في المسجد كإخوة كمسلمين نجلس معك في المسجد نسلي مع بعض ولكن أنا أتحدث الآن مع الناس الذي عنده مسالح عندنا في البلد في المسالح الفكري أو سياسي أو اقتصالي وهذا لابد منه على المستوى السياسي لابد منه نعم لابد منه يعني عندما تريد أن تزور مسؤولين في دولة معينة هؤلاء لا يتعاملون إلا بالمصالح حتى لو كان قلبهم رؤوف رحيم يعطفون عليك حتى لو كان قلبهم رحيما عطوفا رؤوفا يعطفون عليك هم يريدون أن يعرفوا ماذا سيعود على بلدهم ذلك صحيح هذا هو يعني لهذا الآن نحن فهمنا أدراكنا هذا ولكن متأخر جدا يعني بعد هذه التجارب ولكن أتمنى هذه يكون تجربة كذلك للأجيال القادمة نحن الآن نتكلم معكم في الهوى أو في هذه التسجيلات ربما يستفيد واحد يأتي من بعدنا وهذا تجربة كذلك ولهذا أنا دائما سأبقى إيجابيا للمستقبل هذا طبيعتي رغم كل الصعوبات أنا أرى مستقبل يعني فيه خير إن شاء الله أحيانا الشباب يسألونني متى نرجع إلى البلد يعني ما هي كم سنة أعتي أنا خمس سنة وبعد عشر أنا أقول دائما ممكن غدا ممكن بعد عشرين سنة أو ممكن نموت هنا في الهجرة ذكرتني بموقف عندما سجلت مراجعات مع الشيخ راجد الغنوشي سجلت معه المراجعات قبيل انطلاق قناة الحوار قناة الحوار انطلقت في صائفة 2006 أنا سجلت معه في 2005 كنا نجهز برامج تسألته في آخر حلقة قلت له وماذا عن العودة إلى تونس قال قد تعود أنت إلى فلسطين قبل أن أعود إلى تونس بعدها بستة أعوام عاد هو إلى تونس فمن يدري نعم بعدين مستقبلنا في المنطقة تابعا المستقبل عند الله سبحانه وتعالى ولكن روسيا إذا يبقى البوتين في الحكم أو أنا لا أتحدث عن بوتين كشخصية بوتينيزم كمؤسس مؤسسة كفلسفة يعني يكون سعب لكل جمهوريات في المنطقة آسيا الموسط لأن هذا الاتحاد السوفياتي كفكرة كمشروع إيديولوجي موجود في الأزهان هو يريد أن يعيد الإمبراطورية نعم ولهذا يعني نحن ننظر إلى أن يأتي التاغير في روسيا يعني الأمر يكون صهل لنا كذلك وكذلك لابد أن بعض التاغيرات في المنطقة بشكل عام غير ممكن أن يكون تاجكستان كجزيرة للحريات والديمقراطية وحوله هذا يعني مجموعة من دول نحن جربنا هذا في بداية التسعين تاجكستان كانت دولة الوحيدة والمفتوحة ديمقراطية في المنطقة كل المعارزة في المتحاد السفير السابق كانوا يأتون يجعوا إليكم إلينا ويتبعون هناك جرائد ويتبعون الكتوبهم يعني دولة صغيرة في آسيا الوسطى في داخل الجبال كانت ملجأ لكل الأحرار في المنطقة ولكن هذه التجربة ضربت وحل نأتي من جديد بهذه التجربة لهذا بدأنا الآن ننسق مع كل المعارز في المنطقة يعني في الدول المجاورة مجاورة الآن عندنا الاتحاد جلسنا مع التركمان كازاخ مع الروس حتى مع الشيشان داغستانيين نحاول نجلس مع الأفغان ويعني هذا المنطقة الآن بعد عودة الطالبان إلى أفغان ويسمونها الآن الإمارة الإسلامية هل في علاقات بينكم وبينهم لا ما فيش علاقات التالبان أصبحوا كذلك براغماتيا يعني التالبان اليوم ليسوا تالبان قبل 20 سنة لديهم حسابات أيضا مع الحكومات في المنطقة يعني حتى رغم الحكومة هاجيكية قامت ضد التالبان واستضافت في دوشامبي لقيادة المعارزة الأفغانية جابت المقاومة بقيادة أحمد مسعود رغم كل هذا التالبان اتخذوا موقف احتياتي ونحن كذلك لم يعني نتقدم في هذا المجال ولهذا يعني الآن المصالح هو الأول حتى لتالبان كحركة أصولية يعني ونحن نفهم هذا هو من يصل للحكم لابد أن يكون براجماتيا طبعا هذا منطق الحكم غير ومنطق المعارزة وأنت في الجبال لهذا عندنا الآن نظرة واسعة أوسعة مما قابل وإن شاء الله نتعاون مع بعض في إطار هذا المؤسسات المنطقي وأما في الأخير ربما إذا نأتي لهذا خلاصة المشاهدين الكرام العربي يعني أنا أعتبر أن هذا كان ظلم بنسبة الناس في الآسيا البسطة بشكل عام والمشاهد العربي يعرف بخاري مثلا إمام بخاري إمام كرميزي إبن سينا خوارازمي بيروني يعني فقط أسماء ولكن ماذا حصلت ماذا الآن أحفاد هؤلاء الناس يعني أينهم وبلادهم هل بخارة الذي جاء بهذه الأسماء هل واحد اسم يأتي أي اسم كبير يحتاج إلى الجو إبن السناء يعني هل هو أين تعلم هذا إذن هنا كان الجو فكري وعلمي في البخارة طبعا أو خوارازمي أو بيروني أو كل ولكن يعني الناس يفكرون لهذه يعني يعني عيش بخارة عيش طمال قنب وأين كان هذا الآن ماذا أسبحات النظرة فقط توريستية يعني ولكن أن هناك كانت ثقافة وعلم وتعريخ يعني في اللقيقة تجربة الإتحاد السوفياتي يعني كان ظلم تعريخي كبير بنسبة الشعوب في هذه المنطقة نتمنى أن مع حريات في المستقبل إن شاء الله نستطيع نتحدث مع الآخرين ونفتخر أنا لست مع الفخر يعني هكذا القوم أو إرق لا أبدا ولكن يعني عندما نرى أن واحد يفتخر بشخص وفيه مبالغة فكر لماذا نحن يعني مثلا في منطقتنا بهذه الأسماء بهذا التعريخ يعني الآن ينظرون إلى نك يعني منطقة متروكة وكذا هو طبعا سبب من أسباب إهمال العرب لهذه المناطق تاتي التاريخ العريق والمساهمة الحضارية الرائعة أن العرب أنفسهم حكموا من قبل أنظمة ديكتاتورية محاربة للفكرة الإسلامية وللأمة الإسلامية لفكرة الأمة الإسلامية وهذه الأنظمة كانت صديقة للاتحاد السوفيتي نعم فكانت توالي الاتحاد السوفيتي وتسكت على قبل وربما تناصره على قمعه نعم بالمسلمين في ديارهم شحيح وهذا كمان بس لما يقتصر فقط الاتحاد السوفيتي أيضا يغوزلافيا السابقة نعم كانوا أصدقاء تيتوهم الذين يحكمون في أكبر البلدان العربية وكان المسلمون يضطهدون في بلدان يغوزلافيا ومع الأسف مثلا قلت في سابق أن البعض الإخوة في دول العربية حتى الآن ينسحوننا بأن لا نكون ضد السياسات كريملين مثلا يجدون في كريملين أو السياسات بوتين شريكا استراتيجيا له ونعم نحن نعرف أن روسيا مثلا عنده علاقات جيدة مع بعض الحركات الإسلامية في المستوى العالم مع حماس مع حزب الله يعني روسيا يتعامل مع الحركات الإسلام في الخارج المنطقة أفزل من حركات الإسلام في الداخل لأنه يخدم وصلحتها يحارب الفكر الإسلام في الداخل المنطقة ويتعامل مع نفس الفكر في الخارج وهذا ما تفعله الصين أيضا نعم وهذا في مصلحتهم ولماذا أنا كتاجكي كمسلم يعني يكون عندي أولوية مصالح روسيا ومصالح أخي في المغرب أو مشرق وهو أفضل من مصلحتي في المنطقة لا أبدا يعني أنا أحترم يعني رأي الإخوة في العالم ولكن يعني نقولها مع الدكتاتورية ليس أي مستقبل لنا في المنطقة صحيح لا أشك في ذلك لأنه أصلا الدكتاتورية هي نوع من الاستعباد للناس نعم ولذلك أنا لما طرحت عليك سؤال بغض النظر عن كوني عربي أو طاجيكي كوني فارسي أو تركي أو اللي هو أنا لم بغي أن أسأل نفسي سؤالا باستمرار ماذا يعني أن أكون مسلما حتى أكون مسلما حقيقيا لابد أن أكون حرا من كل أنواع الاستعباد بما فيها الدكتاتورية أنا أخي الكريم أنا أحيانا أناقش الإخوة حتى في داخل الحركة عندنا عندما أشعر بأن الناس يقولون هذا نعم هذا الدكتاتور ولكن هو دكتاتور مننا وأنا أقول عندنا لا يوجد دكتاتور سيء ومنا ومنهم كله سيء كله سيء دكتاتور حتى باسم الإسلام حتى هو أحيانا يخدم الإسلام ولكن في النهاية الأمر هو دكتاتور ومستقبل الإسلام والمسلمين ليست مع دكتاتور ولا ليست مع أنزمة الاستبدادية نعم حريات ديمقراطية في مشاكل أحيانا نختلف مع الشعوب الآخر في الديمقراطية مثلا في أوروبا هم يعتبرون بعض القيم الذي عندهم أو بعض الأشياء الذي يخالف قيمنا الأخلاقي يعتبرون جزء ديمقراطية نحن لا نعتبر هذا جزء ديمقراطية ولكن نتفق معهم في العموميات في الحريات العامة وأنا أرى أن عندنا لا يوجد أي مستقبل إلا مع الحريات مع الديمقراطية طبعا هذا يقولنا إلى موضوع آخر وهذا موضوع بحث كبير ويقول ما هي الديمقراطية وما هو غير الديمقراطية لأنه بالغرب حتى الغربيون أنفسهم الآن يسوقون الديمقراطية على غير ما هي على حقيقتها يعني الديمقراطية شيء والليبرالية شيء الليبرالية عيديولوجي نعم الديمقراطية هي مجموعة من الوسائل والألوات نعم تصلح في كل زمان ومكان ويمكن أن يطرأ عليها من التبديل وهذا مشكلتنا أن نختلف بين الليبرالية والديمقراطية يعني الديمقراطية هي وسيلة السياسية ويعني هذا الموضوع حكم والانتخابات والقدرة والتقسيم المسؤولية لمنع الاستبداد منع الاستبداد أمل الليبرالية أو مثلا لماذا نحن لا نفكر أن ديمقراطية عندنا ممكن يأتي مع الثقافة الإسلامية مع الثقافة الشعوب في المنطقة ولهذا لابد أن نعمل في هذا المجال تفهيم لشارع الإسلامي أن هناك فرق بين الليبرالية وبين الديمقراطية الآن كتبت بعض المقالات بدأوا يهاجمون هومانيزم يعني بعض العلماء أقول لماذا أنت ما هي مشكلة في هومانيزم يعني عندما إنسان يكون له كرامة لا هو يقول أنت إما تكون هومانيز أو تكون مع إله يعني في المركز يكون الله سبحانه وتعالى أو إنسان هو المشكلة في فهم المصطلح أخي لماذا هذا لماذا نحن نفكر دائما هكذا الإنسان أو الإله الدين أو لبيرالية الدين أو ديمقراطية يعني هذا هذا برماماج أو ممكن لهذا أنا أقول مسؤوليتنا في هذه الأيام كقياديين كمسؤولين لابد نغير مفاهيم يعني لأن تربين بهذا المفاهيم أو الحقيقة هو مش شرط نغير المفاهيم علينا أن نفسر المفاهيم لأن بعض الناس يفهمون الأمر على غير لماذا نخشى من هذا الإستلاع نغير المفاهيم لماذا أنا في الحقيقة شفت كيف يعني إحتياط أنا تحدثت قبل قليل أن قلت الشجاعة أنا مررت بهذا يعني المفاهيم كذلك لابد نغير بعضهم يعني لماذا نخشى من هذا يعني هناك المفاهيم يعني كانوا في الماضي الآن جاءت مفاهيم جديدة ويعني هناك أصول هناك الأصول يعني هناك أصول يعني خلاص ثابتة ثابتة خلاص يعني ولكن الباقي كل محل اجتهاد اجتهاد والنقاش والتغيير وإسلاح سررت جدا بالحديث معك شكرا دقاء الدين كبير يعني بارك الله فيك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم وأن يعيدكم إلى دياركم آمين إن شاء الله وأن لا يطول وأن لا تطول هجراتكم إن شاء الله مبارك الله فيكم لهذا اللقاء وهذا ربما أول لقاء مع التليوزيون العربي بهذا يعني صورة واسعة وعميرة هذا شرف عظيما لنا شكرا جزيلا لك رحق الله شكرا